أشهد صاحب أسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة الرئيس الوزراء المقر بالعلاقات البحرينية الباكستانية المتينة وما يوالي البلدان بذله لتنميتها وتطويرها عبر الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أفاق أكثر رحابة منوها سموه بدور باكستان وما تشكله من قوة إسلامية لها ثقلها الدولي فيما وصف السفير الباكستاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأنه زعيم يفخر به العالم الإسلامي وينظر له بعين التقدير والاحترام لدور سموه الرائد في خدمة القضايا التي تهم الدول الإسلامية جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الإقضابية صباح اليوم لسعادة السيد جافيد ماليك سفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة وخلال اللقاء جرى استعراض مسار العلاقات البحرينية الباكستانية وما تشهد من تطور ونمى على كافة الأصعدة والتأكيد على أهمية الارتقاء بمجالات هذا التعاون والتنسيق خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وما تستدعيه من تبادل الأفكار والرؤى للتعامل معها فيما نقل السفير الباكستاني لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات معالي السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وإشهادته بأهمية المباحثات التي أجرها مع سمو رئيس الوزراء خلال زيارته لمملكة البحرين في العام الماضي وما حملته من تأكيدات على دعم باكستان لجهود مملكة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور وازدهار على كافة المستويات وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التنسيق المشترك مع جمهورية باكستان الإسلامية على الصعيدين الآسيوي والدولي بالشكل الذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين وفيما أكد سموه للسفير الباكستاني بأنه سيلقى من الحكومة كل الدعم والإسناد الذي يسهل مهم عمله الدبلماسي فقد نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به الجالية الباكستانية في البلاد وبإسهاماتها في المجالات المختلفة وقد أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين عن اعتزازه بالاهتمام الذي تحظى به العلاقات البحرينية الباكستانية من لدن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حتى وصلت إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق ترجمة نانسي قنقر